الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآلي محمد بعد أن انتهينا من مبحث النبوة ندخل الآن في مبحث الإمامة ما هو المفهوم من الإمامة؟ الإمامة في اللغة بمعنى الرئاسة العامة وكل من يتصدى لرئاسة جماعة يطلق عليه لفظ الإمام سواء كان في طريق الحق أو كان في طريق الباطل ولهذا أطلق مصطلح أئمة الكفر في القرآن الكريم على رؤساء الكفار قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطأنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون فقاتلوا أئمة الكفر فالله عز وجل وصفهم بأئمة الكفر وأمر بقتالهم وهم رؤساء الضلال والكفار والإمام هو المتقدم الاتباع وأما الإمام في الخير فهو مهتد وهاد أيضا وأما الإمام في الكفر والشر فهو ضال ومضل أيضا كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما يطلق على من يقتدي به المصلون إمامة الجماعة وأما الإمامة في مصطلح علم الكلام فهو عبارة عن الرئاسة والقيادة العامة الشاملة على الأمة الإسلامية في كل الأبعاد والجوانب الدينية والدنيوية والإمامة وكذا العدل من أصول المذهب دون أصول الدين لماذا؟ لأن أصول الدين عبارة عن الأصول التي يشترك فيها جميع المسلمين بخلاف أصول المذهب فإن أصول المذهب من خصوصيات مذهب معين دون المذاهب الأخرى فالتوحيد والنبوة والمآد مما اتفقت عليها عامة المسلمين دون العدل والإمامة لأن العدل قالت به المعتزلة والشيعة فقط والإمامة انفردت به الشيعة الإمامية لكن أصل الإمامة أصل الإمامة هو أمر متفق عليه بين المسلمين إلا بعض فرق الشواذ الجميع قالوا بلزوم مجود إمام يقود الأمة إلى الصلاح يقوم بإدارة البلاد على أفضل واجه يطبق الشريعة على صعيد الحياة إلى غير ذلك مما هي وظائف النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما لا خلافة فيه بين المسلمين لكن الكلام في أن تعيين الإمام هل هو أمر بيد الله عز وجل يعني هذه من الله عز وجل هو الذي يختار ويعين الإمام وبالتالي يعد هذا المنصب منصب الإمامة كمنصب النبوة وهو منصب إلهي أو أن تعيين الإمام بيد الأمة أو بعض الأمة هي التي تختار الإمام وعليه تكون الإمام منصبا اجتماعيا كسائر المناصب الاجتماعية أو السياسية التي يقوم بها أفراد الأمة وهنا وقع الخلاف بين المسلمين فأهل السنة يرون أن الإمامة منصبا اجتماعيا أو سياسيا ولهذا فإن الإمامة عندهم من فروع الدين لا من أصوله لأنها متفرعة من الأمر بالمأروف والنهي عن المنكر والأمر بالمأروف والنهي عن المنكر من فروع الدين كما هو واضح لماذا هي متفرعة عن هذا الفارع لأن تحقيق المأروف ورسوخه في الأمة ومن جانب آخر تحجيم دور المنكر يتوقف هذا الأمر على وجود إمام آدل مبسوط اليد يتمتع بنفوذ على نطاق واسع ولهذا يجب على الأمة أن تنصب إماما لأجل تحقيق الأمر بالمأروف والنهي عن المنكر ولهذا يقول التفتازاني في شرح المقاصد لا نزاء في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات من الواجبات الكفائية ولا خفاء أن ذلك من الأحكام الأملية دون الاعتقادية فإذن الإمامة عندهم من فروع الدين وهي من أخصان الأمر بالمأروف والنهي عن المنكر وأما الشيعة الإمامية فقد رأوا بأن هذه الإمامة وهذه الرئاسة والقيادة إنما تكون شرعية فيما لو كانت من قبل الله تعالى وأن هذا المنصب هو منصب إلهي كما أن النبو منصب إلهي فالإمام كذلك وما هي الإمام عندهم عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يكتسب أي شخص مثل هذا المقام بصورة مباشرة وأصالة إلا إذا كان مأصوما على الخطأ في بيان الأحكام والمآرف الإسلامية ومنزها عن الذنوب والمعاصي وفي الواقع أن الإمام المأصوم يمتلك كل مناصب النبي صلى الله عليه وآله سوى النبوة والرسالة ومن هنا يتضح أن الخلافة بين الشيعة وأهل السنة حول ثلاثة مسائل المسألة الأولى في تنصيب الإمام وتعيينه من قبل الله عز وجل والمسألة الثانية لا بد أن يملك الإمام العلم الموهوب له من الله عز وجل وأن يكون مصانا عن الخطأ والمسألة الثالثة لا بد أن يكون مأصوما عن المعصية وقد يقال أن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى أمر تاريخي قد مضى زمانه إذن ماذا يستفيد منه المؤمنون في البحث عن هكذا أمر هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء بفائدة في حياتهم الحاضرة أو ليس من الحري ترك هذا البحث حفاظا عن الوحدة الإسلامية لماذا نقلب في التاريخ عن مسائل قد مضت وذهب زمانها ما الفائدة من هذا البحث في الحقيقة الجواب عن هذا التساؤل أننا نقول أنه لا شك أن من واجب المسلم الحر السعي وراء الوحدة الإسلامية فالوحدة الإسلامية هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية لكن ليس معنى ذلك ترك البحث رأسا لأنه إذا كان البحث نزيها موضوعيا يكون مؤثرا في توحيد الصفوف وتقريب الخطأ لأنه عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى من العقائد وبالتالي حينئذ ستقترب وجهات النظر وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة فإنه يثير سوء الظن من كل طائفة بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد وثانيا إن لمسألة الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وآله لها بعدان البعد الأول هو بعد تاريخي مضى أصره لكن البعد الآخر له بعد ديني باق أثره إلى يومنا هذا فرضية التعيين الإلهي ماذا يلزم على المسلمين يلزم رجوع المسلمين إلى الإمام المعين في تفسير القرآن الكريم وتبيين القرآن الكريم وكذلك في الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها نص من القرآن أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله ولهذا فإن البحث في مثل هذه المسائل إن سارت وفق مسارها العلمي الطبيعي ستكون لها إيجابياتها على المسلمين مع عدم المساس بالوحدة الإسلامية بين طوائف المسلمين المختلفة ولهذا سيكون الحديث عن مجمل هذه المسائل ونتحدث عن المسألة الأولى وهي تنصيب الإمام وتعيينه من قبل الله عز وجل فهل أن تنصيب الإمام وتعيينه أمر شرعي وتنصيب إلهي وأن تعيين وتنصيب الإمام كتعيين وتنصيب النبي فكما أن منصب النبوة هو منصب إلهي فإن منصب الإمامة هي منصب إلهي أيضا هل هناك ما يدل على ذلك نعم أن هناك عدة أدلة على أن الإمامة بالنص والتعيين من قبل الله عز وجل منها أولا الدليل العقلي وحاصله إن نصب الإمامة لطف وهو واجب على الله تعالى لحكمته فهذا الدليل يرجع إلى قاعدة اللطف يقال لطف الشيء يلطف لطافة إذا صغر ودق يعني صار دقيقا بحيث ينفذ من الثقوب الصغار لدقته ويكن به عن الإرفاق والملاءمة قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني صار رفيقا ولطف الله ورفقه بإيصال المنافع إلى الناس برفق وبإحسان ومن هنا تولدت هذه القاعدة الكلامية التي نعبر عنها بقاعدة اللطف قاعدة اللطف يعني أن الله عز وجل إذا فعل فعلا لغرض وكل أفعاله مؤلل بالأغراض فلا يفعل شيئا عبثا من باب حكمته عز وجل فلو فعل فعلا لأجل تحقيق غرض وكان ذلك الغرض لا يتحقق إلا من خلال فعل آخر فإنه يفعل الفعل الآخر من أجل تحقيق ذلك الغرض وهذا الفعل الآخر نعبر عنه باللطف ولأجل تقريب هذه الفكرة إلى أذهانكم نعبر بمثال أرفي مثلا هذه المنصات الألكترونية فالجامعة أو الوزارة مثلا إنما أنشأت هذه المنصات لغرض وغاية وهذا الغرض هو إيصال المعلومة إلى الطلاب عن طريق هذه المنصات الألكترونية لكن هذا الغرض لا يتحقق إلا بإخبار الطلاب بهذه المنصات فإن فعل الإخبار يعبر عنه باللطف فإن هذا الفعل وهو الإخبار لو لم يتحقق لو لم تخبر الجامعة مثلا طلابها بوجود هذه المنصات لما تحقق الغرض من إنشاء هذه المنصات إذا اتضح هذا المعنى نقول أن هذه القاعدة قاعدة اللطف مرتبطة بالله عز وجل وبأفعاله فالله عز وجل عندما يفعل فعلا لا بد أن يكون فعله معلل له غرض من باب حكمته فساحة ذي الجلال منزهة عن العبث لا يصدر من الله عز وجل أي فعل عبثي من باب حكمته لكن كما قلنا سابقا في بحث النبوة ونكرر هذه النقطة المهمة هنا هي أن هذه الأغراض لا تعود عليه تعالى بالنفع وإنما تعود على مخلوقاته إذ أنه في غنى عن كل شيء إذن فعندما نقول أن أفعاله معلل بالأغراض والأهداف هذه الأهداف وهذه الأغراض لا تعود له وإنما تعود لعباده ولمخلوقاته فلو فعل فعلا وقلنا أن أفعاله معلل بالأغراض وكان هناك غرض لفعله إلا أنه هذا الغرض لا يتحقق إلا بفعل آخر فإنه يفعل الفعل الآخر من أجل أن يتحقق غرضه من الفعل الأول وهذا الفعل الآخر يعبر أنه باللطف وهذا الفعل الآخر الذي عبرنا أنه باللطف هو واجب على الله تعالى لحكمته كما قلنا والغاية من الخلق كما أبر أنها تبارك وتعالى في كتابه هي العبادة التي هي طريق سعادتهم وبلوغهم الكمال المنشود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لهذه الغاية وهذا الهدف فإذا فعله وخلقه له غرض وهذا الغرض كما قلنا لا يعود على الله عز وجل فالله في غنى عن عبادة خلقه سواء عبدوه أو لم يعبدوه فالعبادة غرض تعود على خلقه لأنها طريق كمالهم ولكن هذا الغراض وهو العبادة وهو الوصول إلى الكمال لا يتحقق بمجرد الخلق وإنما يحتاج إلى تزويد الخلق بفعل آخر وقد جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول والإمامة كالنبوة آمل ضروري في الهداية وإيصال الناس إلى طريق السعادة وبلوغ الكمال أي بمعنى أن الإمامة آمل ضروري لتحقيق الغرض يقول تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فالناس بلا إمام قدير من ناحية ومستوعب للشريعة كاملا وبعيد عن الإنحراف والخطأ لا يستقيمون على الطريق ولا تتحقق الهداية وسوف تذهب جهود النبي وشريعته ريثما يذهب النبي ويرتحل عن هذه الأمة إذا لم يخلفه إمام منصوص من قبل الله عز وجل ومأصوم عن المأصية ولهذا صار تنصيب الإمام ضروري وأساسي في الهداية فوجب على الله تعالى من باب حكمته ورحمته أن يعين من يكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هداية الناس بعد وفاته وهذا ما يعبر أنه بقاعدة اللطف وهو من الأدلة العقلية على أن الإمام بالنص والتعين من قبل الله عز وجل هذا هو الدليل الأول ونترك الدليل الثاني وهي الآيات القرآنية والدليل الثالث الروايات إلى الدرس القادم إن شاء الله إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة أعزاء الطلبة أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته